السلام عليكم احنا مع تكملة كفر المصحف انا كده خلصت الاسم خالص هاجيب الفايبر بتاعي هخففه على الدماغطر زي ما قلتلك وهدبسه بالدبابيس في قلب القماشة وبعد كده هبتدي اجيب لون مناسب اعمل بيه البرواز اللي انا عامله انا هنا اخترت اللون الزتوني بس ما عجبنيش وانا بشتغل فحعمل لون جنجا أصفر واخدر اخدر فاتح كده معي شكله حلوي يعني حدش فيه وحيعجبه انا ليه حطت هنا الفايبر عشان ابتدي اطرز عليه البرواز بتاعي بحيس ان هو يبقى ماسك معي وشكله حلوي هعمل برضو الغرزة الخلفية وفي نقط كده هعملها حشو وورقة الشجر اللي فوق دي هعملها غرزة عزم السمكة وححط لك اللينك بتاعها ايه اسفل الفيديو ان شاء الله بعد ما هكملها كلها هقصها زي ما قلتلك بنص بالزبط زي ما انت شايفة كده شكلها بقى ناطق وجميل لما غيرت الخيط بتاعها هعمل شريطة مسافة عرض المصحف زي ما انت شايفة كده طبعا احنا مش شغالين على المصحف ده اصلا احنا المصحف الاحمر بس انا قلتلك ان المقساة ده اكبر من المصحف الاحمر زي 3 اربعة سانتي كده ولازم تسيب مسافة الخياطة طبعا وهتبتدي اتخياطي في الترفين اللي احنا قصناهم في النص هنا عشان هيديك شوية ايه شبه المصحف بتاعنا ويديك البروز بتاعه شوية هتخياطي اسراجة يا سلام لو عندك مكانة يبقى تمام عشان تزبطي شغلك طبعا وانت بتخياطي خلي الوش وصد الوش ووش القماشة وبتخياطي على الظهر لو انت لسه جديدة في موضوع الخياطة لما تيجي تجيبي الجنب الثاني برضو هتحط الوش قدام الوش وهتبتدي اتخياطي في ظهر القماشة وحاولي تزبطي ايديك وانت بتخياطي وسراجة عادية خالص برضو وحاولي بعد ما تخياطي تشيديها كويس كده وتكويها بالمكوى بتاعتك برضو عشان تبقى مفروض خلصنا خلاص انت طبعا لو تفتكري في الجزء الفات انا كنت قصة قماشة بالشيفون لا طبعا انا قلتلك مش شغلها مش حال فبعد ما انا ما زودت الحتة الوصلة انا زودتها دي هجيب قماشة من نفس لون القماش او انت ممكن تجيبي اي نوع تاني يكون يعجبك برضو وحاقصها عليه في الاول طبعا هنجيب الستان الرفيع بتاعنا هتقصي بطول القماشة بتاعتنا الكافر اللي احنا عاملينه ممكن يبقوا اتنين وممكن تبقى واحدة بس انا عاملها اتنين وهتقصيها وهتسبتيها بالدبوس من جوه زي ما انت شايفة كده احنا بعد كده طبعا لما احنا بنخيط هنطلع حبر حبر رهالك برضو وحتجيبي ايستان التخينة اللي هي معارض اتنين سنتي وهتقسمي الكافر بتاعك بالنص الستان طبعا تبقى لازم تبقى متساوية الاتنين مع بعض عشان انت حيت تعملي بيها في يونكا لتقفيل بيها المصحف هتقسمي الكافر بتاعك بالنص اهو زي ما انت شايفة وهتحددي بالقلم بتاعك من جوه ركزي مع ايدي من جوه مش من بره عشان ما يبانش على القماش بتاعك وتحاول تزبطي النص بالزبط عشان يبقى الشريطة بتاعتك مظبوطة لما تيجي تقفل المصحف هندبسها برضو بالدبوس في الوش اللي هو بيلمع عشان لما انت حتقل بيها عبر رهالك والجنب الثاني كمان وصدها بالزبط طبعا احنا عاملين الخط اللي احنا عاملينه وزي ما انت شايفة كده تعالي شوفوا الفيديو اللي بعد كده مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة